يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا شازلي وعودن أحمد صباح الخير عليك يا جوانا ألف شكر طبعا بصبح لكل مشاهدينا في كل مكان أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر طبعا كلنا واغدين بالنا وامتبعين أن فيه اهتمام كبير جدا بجلسات الحوار الوطني اللي بتنعاقد تحت مظلة الجمهورية الجديدة وده طبعاً تنفيذاً ليه توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشارك فيه جميع الطوائف السياسية والنقابية وكمان الجماعيات الأهلية الكل موجود الكل بيشارك على أرضية وطنية واحدة زي ما بنقول يا جمال صحيح يا شازليو لما نتكلم عن الحوار الوطني بدايةً كده لازم نركز على شعار الحوار الوطني شعار الحوار هو مساحات مشتركة طيب ده معناه ايه او بيعكس ايه هذا الشعار بيعكس الفكرة الأساسية من الحوار الوطني وهي التوافق حول القضايا الحيوية اللي بتهم الشعب المصري كمان الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن بشكل فعال على أرض الواقع أيضاً التأكيد على أن الحوار الوطني مرتبط بالمواطن المصري والهدف الوحيد هو مصلحة الوطن والمواطن بكل تأكيد ومن الواضح كمان الناس بدأت تعرف عن الحوار الوطني المواطن اللي دايماً الدولة مهتمة بيه بدأ هو كمان يعرف عن الحوار الوطني وزي ما شفنا ما يزيد عن 180 ألف طلب وألف طلب تم تقديمه بالفعل إلى الأمان الفنية للحوار الوطني مناقشات في كل المحاور احنا عارفين فيه محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور اجتماعي الناس بدأت تشارك وبدأت تطرح رؤاها وبدأت تطرح أفكارها وشايفين فيه مشكلة اقتصادية معينة الناس بدأت تشارك بدأت تطرح كل بدأت فيه تفاعل من الناس أعتقد أن الحوار هو فرصة مهمة جداً كمان بالنسبة للأحزاب والقوى السياسي عشان تقدم هي كمان رؤيتها وأفكارها وتطرح حلول كمان للتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية خصوصاً أن جميع الملفات هي مطروحة للنقاش دون قيود أو خطوط حمراء فقط مرجعيتنا هي الدستور وعندنا كمان مجلس النواب الجلسات كمان بتكون علنية بيحضرها وسائل الإعلام المحلية والعالمية عشان الجميع يتابع كل ما يدور من نقاشات وأفكار حول ملفات الحوار الوطني وزي ما قالوا بست ديارة رشوان يا جمانة قال أن كل الجلسات هتكون علنية ما عندناش جلسات سرية إحنا بنقاش حاجة تخص المواطن المصري فيجب إشراكه في كل صغيرة وكبيرة طبعاً طبعاً ده بجانب أنه هيثري الحياة السياسية في مصر بشكل كبير جداً لأن الحوار الوطني جامع لكل الطيف المصري تحت مظلة واحدة وده شيء مهم جداً ممكن كمان جدية الحوار الوطني اتأكدنا منها كمان لما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هيكون حاضر لختم هذه الجلسات وهيكون دارس كمان لمخرجات عشان تنفذ على أرض الواقع لو بصينا على الجلسات النقاشية للحوار الوطني فالحياة بتمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني عشان نرتب أولوياتنا ترتيب أولويات دولة بحجم مصر مش شيء بسيط كمان الاستماع لكل الأطراف السياسية والفكرية والأيديولوجية والاجتماعية عشان نقدر أن احنا نوصل لمخرجات بتعكس مطالب واهتمامات المواطن المصري بصحيح يا جزلي كان على مدار سنين كثير جدا بالفعل طبعا كان بيتم النظر لمشكلات المواطن المصري والأوضاع في مصر إن كانت الاقتصادية السياسية الاجتماعية أي مكان ولكن الحلول ما كانتش بتكون متصلة بالمواطن في الشارع ما كانتش ذات حيثية على أرض الواقع كان ممكن بالفعل تكون فيه حلول وتشريعات وواواوا بس ما بتكونش بتقابل متطلبات المواطن المصري على أرض الواقع صحيح ده كان بيحصل ممكن لفترات لكن أعتقد دلوقتي الوضع مختلف بالزبط التفكير إحنا عندنا مشاكل عندنا مشاكل مفيش دولة في الدنيا بالمناسبة ما عندناش مشاكل ولو إحنا هنقولنا إحنا ما عندناش مشاكل في الصناعة أو ما عندناش مشاكل في الاغصاد بشكل عام فإحنا كانت مفروض نكون دولة رقم واحد في العالم لا إحنا عندنا مشاكل بس هو الجميل في الموضوع أنت تكون عارف المشكلة بتاعتك وبدأت في خطوات حالة ده أهم حاجة وأعتقد أن الحوار الوطني هيساعد في هذه الجزئية بشكل كبير جدا سواء في المسائل المتعلقة بالشق الاقتصادي وكمان الشق الاجتماعي بالمناسبة وأنا شايف أن التلات عناصر مرتبطين ببعض سواء السياسي أو الاقتصادي أو اجتماعي أعتقد أن كلهم بيدوروا في فلك واحد وفي روابط كبيرة ما بينهم طبعا بكل تأكيد أعتقد أنه بجانب كل هذه الأهداف طبعا السامية للحوار الوطني أعتقد أنه كمان هيساهم في حال نقطة مهمة جدا 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 من المهم أن يكون لنا دايما رأي في كل شيء يتعلق ببلدنا ده مهم جدا في أي مكان المجال الاقتصادي السياسي اجتماعي أي مكان لكن هذا الحوار الوطني هيفرز بقى زي بيقول كده باللغة البسيطة هيفرز ما بين الشخص اللي بيقول رأيه أو عنده مختلف في الرأي أو عنده وجهة نظر مختلفة أو ألية لتنفيذ أو حل مشكلة بشكل مختلف عشان فعلا خاطر البلد دي وعشان خاطر المواطن المصري وعشان كلنا استفيد ولا شخص مجرد أن هو بيعمل بلبلة بيعمل جدل في الشارع عايز يتكلم في أي شيء وخلاص حتى لو ما كانش هيفيد المواطن بشكل مباشر ده الحوار الوطني بكل ما يدور حوله وبكل ما يتعلق به هيكون قادر على فرز بالفعل الاتنين دول هنعرف فعلا مين الشخص اللي بيحاول أنه هو يضيف أفكار ويضيف آليات لتنفيذ أفكار أو حلول وما بين الشخص اللي بيكون عايز يفسد روابط بنا أو عايز يثير بلبلة في الشارع المصري على كل إن احنا طبعا في صباح الخير يا مصر يكون معنا باستمرار متابع الجلسات الحوار الوطني والنهاردة هنعندنا فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها برضو عن جلسات الحوار الوطني في الفترة القادمة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني ده طبعا الخاص بالشق الاقتصادي من صباح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر